اعزائي طالب الطالبات السنوية العامة دارسي مادة الراضيات اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة ان شاء الله اول مراجعة اه في الجبر والهندسة الفراغية وان شاء الله الساعة تمانية في حلقة تاني هقولها برضو وان شاء الله بكرة غدا بازن الله مع استاذنا الفاضل استاذ شعبان عبدالرازق عمر هيبقى في حلقتين تاني بمراجعة الجبر والهندسة الفراغية طبعا دي اخر محطة في الامتحانات ونتمنى من ربنا كده ان شاء الله تكون درجاتكو عالية في جميع المواد وتحققوا لكل اللي بتتمنونها عايزك عزيز الطالب تركز معايا قوي وتخلي بالك من الملاحظات اللي انا هقولها والجبر والهندسة الفراغية يعني من الفروق السهلة لكن عايزة دقة شوف كلا مع بعض اول مسألة بتقول الف ناقص دال اومجا على الف اومجا تربيع ناقص دال ناقص اومجا تربيع بتساوي ايه هل تطلع تلاتة ولا سلب تلاتة ولا موجة او سالب جزر تلاتة ايه ولا تلاتة موضوع الاومجا حبيبي المسألة هنا المعاملات زي بعضها هو فيه اربع حيل لمسائل الامجا خلي بالك معايا بقى كده ايه دي حال امرة واحد اما اقول الف ناقص دال اومجا على الف اومجا تربيع ناقص دال ناقص اومجا تربيع حبيبي انت شايف ان الالف زي الالف يعني المعاملات البسط زي معاملات المقام يبقى اول فكرة من الامجا نغزي يعني ايه نغزي يعني جنب الف نحط اومجا تكعيب دي ان الف اومجا تكعيب وامجا تكعيب بواحدة هي هي الف طب انت حطيت هنا هنحط كده الف اومجا تكعيب ناقص دال اومجا الفكرة عشان اسحب من هنا اومجا عامل مشترك ويصبح البسط زي المقام اختصره واقدر اجيب قيمة للمقدار يبقى اول فكرة نغزي بس ما تغزيش غير لو لقيت معاملات البسط زي معاملات المقام ممكن تغزي فوق ممكن تغزي تحت في مسائل تغزي السابت اللي تحت دادال اه سواء فوق او تحت نغزي مرة واحدة يا بسط يا مقام بحيث يكون البسط بعد كده بعد العامل مشترك زي المقام اه سحبه عامل ايه مشترك واختصر فهنا اخد اومجا عامل مشترك يبقى الف اومجا تربيع ناقص دال على الف اومجا تربيع ناقص دال ناقص اومجا تربيع طبعا الكوز دا هيروح مع ده بقت اومجا ناقص اومجا تربيع وامجا ناقص اومجا تربيع موجب او سالب جزرة لاتتها يعني عملية سهلة جدا الاختيار هيبقى زا ما انت شايف كده موجب اوصل الجزتاتي الاختيار من الجيم نزال الجيم بس عملية سهلة طب ارجع لك شوية في الامجة قبل ما اخش على السؤال التاني برضو هتنفعنا بعد كده طبعا انت عارف حبيبي ان واحد زائد اومجة زائد اومجة تربيع بسفر ممكن من هنا نقول واحد زائد اومجة سالب اومجة تربيع واحد زائد اومجة تربيع يبقى سالب اومجة اومجة زائد اومجة تربيع بسالب واحد الحاجات دي لازم يبقى عارفينها كمان واحد على اومجة تطلع بامجة تربيع ليه علشان الواحد ده اومجة تقعيب مع الامجة يدينا اومجة تربيع واحد على اومجة تربيع تدي اومجة وطبعا اومجة ناقص اومجة تربيع او اومجة تربيع ناقص اومجة الكلام ده موجب او سالب جزر تلاتتها. دي شوية حاجات وهنقول الاربع حيل مع المسائل هوريك اربع حيل في الامجة تحل اي مسألة امجة ان شاء الله بسهولة. طيب يبقى الفكرة غزينا بامجة تكايف سواء للبسط او للمقام طالما لقيت المعاملات بتاعت البسط اي معاملات المقام. طيب دي اول فكرة. طبعا الامتحان بيجي جبر مع هندسة فراغية. مسألة كده ومسألة كده. فلازم تكون من ناحيتين. واحنا برضو بنراجع. هقول لك كل المراحزات وقدامنا مساحة كويسة ان شاء الله الحلقة دي والحلقة بتاعت الساعة تمانية. المستوى تلاتة سين. ناقص اتنين صاد زائد اربعة عين بتساوي اتناشر. بيقطع من محور السينات جزء طوله كام? هل تلاتة? ولا اربعة? ولا سالب اربعة? ولا ستة? المستوى لما يقطع من محور السينات جزء يبقى طول الجزء المقطوع. ده حل مسألة انا مرة اتنين. هو عايز من محور السينات يبقى على طول الجزء التربيعي. صاد تربيع زائد عين تربيع. طول الجزء المقطوع من محور السينات. طب لو قلك صادات. لو قل صادات يبقى الجزء التربيعي لسين تربيع زائد عين تربيع. لو قل من محور عين يبقى الجزء التربيعي لسين تربيع زائد الصاد التربيع. لازم الحاجات دي تكون فهمها حبيبي. يبقى طول الجزء المقطوع من محور السينات الجزء التربيعي لصاد تربيع زائد عين تربيع. طيب. بس انا لازم اجيب الجزء المقطوع ده القانون معادلة المستوى اللي هو مداني في المسألة زي ما انت شايف كده تلاتة سين ناقص اتنين صاد زائد اربعة عين بتساوي اتناشر معادلة المستوى من الاجزاء المقطوعة من المحاور سين على سين واحد سين على سين واحد زائد صاد على صاد واحدة جزء القطعة منها زائد عين على عين واحد بتساوي واحد لازم يكون هنا واحد يبقى اضطر اسم على اتناشر يبقى بالاسم على اتناشر يبقى تلاتة سين على اتناشر ولازم كلهم موجب هخليها موجب اتنين سالب اتنين صاد على اتناشر زائد اربعة عين على اتناشر بتساوي واحد لو اختصرت كده يبقى اربعة يعني سين على اربعة يبقى الجزء اللي اضع من محور السينات اربعة وحدات وهنا هيبقى موجة بصاد على سالب ستة وهنا عين على تلاتة بتساوي واحد هو عايز جزء المطعم من محور السينات طبعا هنقوله بيساوي اربعة عملية سهلة جدا يبقى نظلل آآ نمرة بها لحد كده العملية ما فيهاش اي صعوبة يبقى طول الجزء المقطوع من محور السينات اربع وحدات يبقى لو قل من محور السينات يبقى الجزء التربيع سات تربيع زاد عين تربيع لو قل من محور على محور الصدات يبقى جزء تربيع سين تربيع زاد عين تربيع لو قل من الاعينات يبقى الجزء تربيع سين تربيع زاد السات تربيع بس يا حبيبي ده طول الجزء المقطوع يعني لازم تكون معادلة المستوى سين على سين واحد. زائد صاد على صاد واحد. زائد عين على عين واحد. الاجزاء اللي اتقطعت. لها سين واحد وصاد واحد وعين واحد من المحاور التلاتة بيساوي واحد. يعني خلي بالي لازم الطرف الايسر يساوي واحد فأسامة المعادلة على اتناشر وطلعت بطول الجزء المقطوع. طيب نشوف مسألة تانية. المسألة المرة التلاتة. قلنا مسائل البوكلت جميلة. عايزة تركيز. ونخلي بالنا بهدوء جدا ان شاء الله ربنا هيوفقنا. بتقول ازا كانت المصفوفة الف عناصرها واحد وسلم اتنين وتلاتة صف الاولاني. وكاف وسفر واحد وتلاتة وتنين وسلم واحد. وكانت رضبة المصفوفة الف او مرتبة المصفوفة الف بيساوي اتنين. عايز كم تكاف. هو يا حبيبي كده بيحكي ايه على موضوع الردبة او مرتبة المصفوفة. طبعا هنا احنا درسنا الموضوع ده. وقلنا لو كان دي المصفوفة ايه? دي النمرة تلاتة. واحد وكاف وتلاتة وسلم اتنين وسفر واتنين وتلاتة وواحد وسلم واحد. عشان اعرف المرتبة بتاعت المصفوفة او رضبة المصفوفة. الاول اجيب محدد اعملها محدد المصفوفة دي. يبقى واحد كاف تلاتة سلب اتنين سفر اتنين تلاتة واحد سلب واحد. طيب لو كان كمية المحدد ده ما بيسويش سفر يبقى رضبة المصفوفة تلاتة. تاني يبقى لو المحدد ما يسويش السفر يبقى رضبة الف تلاتة. افرت بيساوي محدد الف تلع بسفر. يبقى تنزل رضبة اقل. اقل من رضبة تلاتة يبقى اتنين. تلع جميع المحددات السنائية يعني اخدت كل اربعة كلا وجرطت. لقيتها برضو بسفر يبقى رضبتها ايه? واحد. يبقى لو طلعت من الاول ما تسويش السفر يبقى رضبة الف بتلاتة. طب تلع بيساوي سفر انزل رضبة. يبقى يبقى اتنين. تلعت جميع المحددات السنائية كلها المحدد بتاعها بسفر. انزل رضبة يبقى رضبتها واحد. طب هنا عمل حركة جميلة في السؤال. قال لي رضبتها اتنين. يعني افهم ان الرضبة ان المحدد اللي هو عن نظم تلاتة في تلاتة كيمة المحدد ده بسفر. وبالشكل ده اقدر اجيب كيمة كافة. مش هو نزل رضبة. يبقى ازا المحدد ان عدم المحدد اللي هو عن نظم تلاتة في تلاتة ان عدم يعني بيساوي سفر. يبقى هنا المحدد ده هنسويه بالسفر. وابتدى فك. يلا كنا نعملها في ورقة تاني. يعني هقول المحدد واحد كاف تلاتة سلب اتنين سفر اتنين تلاتة واحد سلب واحد اسويه بالسفر لان رضبة تلاتة ان عدمة وهو قال لي بالسبب ان قال لي رضبة المصوف الف باتنين. يبقى المحدد السلاسي ده العنظم تلاتة في تلاتة بسفر. افهم يبقى الرضبة التالتة ان عدمت. احط سلب هنا وابتدى فك. يبقى واحد هشيل الصف واشيل العمود دف دف سفر. خلي بالك. ناقص ده. يبقى واحد سلب اتنين. سلب سلب يبقى موجة باتنين هشب الصف واشب العمود يبقى كاف سلب واحد يبقى سلب كاف ناقص تلاتة. هشب الصف واشب العمود يبقى موجة بتلاتة هشيل الصف والعمود يبقى اتنين كاف ناقص سفر. ايه الكلام ده بيساوي سفر? دي سالب اتنين. دي سالب اتنين كاف ناقل ستة. زائد ستة كاف. الكلام ده بيساوي سفر. طبعا ستة كاف شين منها اتنين كاف? يبقى اربعة كاف. سالب اتنين وسالب ستة يبقى سالب تمانية وده النحل تاني يبقى بتمانية. تطلع كاف تمانية على اربعة فهل اتنين. يبقى قيمة كاف اللي هو كان عايزها في السؤال. قيمة كافة تطلع بكم? باتنين. يعني الاجابة دال. عملية سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة. طيب. طول العمود. المسألة نمر اربعة. طول العمود. نشوف نمر اربعة كده. بتقول طول العمود المرسوم من نقطة سالب اتنين وتلاتة واربعة على محور سين. بيساوي ايه طول العمود ده? هل اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة? طيب هنا بقى طول العمود المرسوم من نقطة على محور السينات هيبقى عبارة عن الجزل التربيعي لصد تربيع زائد عين تربيع. الصد هنا بتلاتة والعين باربع. يبقى طول العمود. بيساوي. الجزل التربيع لتلاتة تربيع زائد اربعة تربيع تطلع جزر خمسة وعشرين. وجزر خمسة وعشرين بكام? بخمسة. طيب يبقى الايجابة زي ما انت شايفها كده هتبقى دال. يبقى احنا هنا خدنا اه اربع مسائل لحد دلوقتي نشوف مسألة تانية. يبقى طول العمود من النقطة دي على محور السينات الجزل التربيعي لصد تربيع زائد عين تربيع وقلناها من شوية. نمرة خمسة. بيقول كيمة المحدد جاء تربيع سين جاء تربيع صد جاء تربيع عين جاء تربيع سين جاء تربيع صد جاء تربيع عين واحد 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 بيساوي ايه? طيب ما انا عندي جاء تربيع وجاء تربيع وجاء تربيع وعندي اصاق جنبيها في العمود التاني جاء تربيع. طيب انت عارف من تاني من اولى سنوية من اولى سنوية ان جاء تربيع زي جاء تربيع بواحد. وفي الحالة دي هيطلع يعني لو ضفت العمود التاني على العمود الاولاني. يلا كده مع بعض يعني المحدد جا تربيع سين جا تربيع صاد جا تربيع عين جا تربيع سين جا تربيع صاد جا تربيع عين واحد 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 لو ضفنا العمود التاني على الاولاني يبقى جا تربيع سين زا الجا تربيع سين وجا تربيع صاد زا الجا تربيع صاد وجاء تربيع عين زائد جاء تربيع عين والعمود التاني ده هينزل زي ما هو والتالت زي ما هو يبقى انا ضفت العمود التاني على العمود الاولاني طبعا كل كما من دولة بواحد يبقى واحد 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 وهنا جاء تربيع سين ده متطبقة جاء تربيع سين زائد جاء تربيع سين بواحد وهنا جاء تربيع صات وهنا جاء تربيع عين واحد 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 الله لقينا عمود الاول زي العمود التالت يبقى قيمة المحدد بكام لما يتساوى عمودين او صفين يبقى قيمة المحدد بسفر كلنا عارفين المعلومة دي يبقى هنا اللي اختيار نمره به طيب لفت نازلي برضو هناخد زي مسألة خدناها برضو من شوية بس هنا فيها حاجة بتلغبة الطالب ازاي يجيب الجزء المقطوع طيب نشوف كده مع بعض بيقول المستوى تلاتة سين ناقص اربعة صاد زائد عين زائد عشرة بساو سفر يقطع من محور الصادات جزء طوله كام انا هنا كنت شوية من شوية عملتها مع محور السينات واسمت على اتناشر المسألة دي فيها حاجة معينة كان العوامل بتاع السين وصاد وعين كانت واحد هنا في عوامل ارقام نشوف كده مع بعض مش واحد يعني نشوف ازاي نجيب الجزء المقطوع يعني المستوى عبارة عن تلاتة سين ناقص اربعة صاد زائد عين زائد عشرة بساو سفر هوادي دي ناحية التانية يبقى تلاتة سين ناقص اربعة صاد زائد عين يطلع بسالب عشرة لحد كده جميل مفروض الجزء المقطوع من المحاور الاجزاء المقطوع من المحاور التلاتة سين على سين واحد زائد صاد على صاد واحد زائد عين على عين واحد بتساو واحد يبقى لازم اقسم على ايه على سالب عشرة يعني تلاتة سين على سالب عشرة ناقص اربعة صاد على سالب عشرة خلي بالك معايا زائد عين على سالب عشر ايه الكلام ده بيساو واحد انت بتقول الجزء المقطوع سين على سين واحد المحور بالسينات زائد صاد على صاد واحد زائد عين على عين واحد بتساو واحد يعني معامل سين وصاد واحد وعين واحد فانا لازم اتخلص من التلاتة دي نعمل ايه يبقى سين شو بقى ازاي سالب عشرة هخليها على تلاتة بحيث لو اتقلبت ترجع تاني خلي بالك يبقى التلاتة دي تنزل تحت موها بحيث لو اتقلبت تطلع تلاتة تاني سالب سالب بموجب ونزل بينهم موجب صاد يال ادي سالب عشرة سالب سالب يبقى عشرة بس عشرة على اربعة بحيث لو قلبنا هتطلع اربعة تاني وبعدين زائد عين على سالب عشرة زي ما هي عشان هنا معاملها واحد الكلام ده بيساوي واحد يبقى طول الجزء المقطوع من محور الصادات يبقى عشرة على اربعة طول الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي عشرة على اربعة يعني خمسة على اتنين يبقى الاختيار بتاعي خمسة على اتنين يبقى انا جبتها لك تاني بس في معامل للسين مش واحد معامله مثلا تلاتة انا بقى اسم عادي شوف هنا عملت ايه اسمت على سالب عشرة عادي عشان خلي الطرف الايسر واحد على حسب معادلة المستوى ان لازم الطرف الايسر هنا بيساوي واحد معادلة المستوى للاجزاء المقطوع من المحاور السلاسة طيب مفروض صين بس معاملها واحد طيب التلاتة دي انزلها تحت يعني بحيث لو اتقلبت ترجع تاني يبقى انا ما عملنا لاش حال غلط يبقى سالب عشرة على تلاتة هنا بقى سمع سالب عشرة سالب في سالب يبقى لازم بلايهم موجب صاد يبقى عشرة على اربعة لو تقلبت ترجع تاني اربعة ودي يا غا فيش معامل غير واحد زي يبقى زي ما هي يبقى الجزء المقطوع من المحور الصداط عشرة على اربعة يعني خمسة على اتنين وتخلي بالك من المسألة اللي زي دي نشوف مسألة تاني زي ما انت شايف كده عزيز الطالب اللي عملية سهلة جدا وبنفتكر مع بعض وان شاء الله هنعد على كل المقرر في الحلقة دي والحلقة الجاية ان شاء الله نشوف مسألة المرة سبعة بيقول اذا كان الف تربيع زائد به تربيع على الف زائد به ته بيساوي تلاتة ناقص اربعة ته عايز الف به حيث الف وبه تنتمي الحاة ستار هل تطلع اتناشر ولا سلب واحد ولا سلب اتناشر ولا واحد حبيبي هنا دي على الاعداد المركبة نمرة سبعة بيقول الف تربيع زائد به تربيع على الف زائد به ته بتساوي تلاتة ناقص اربعة ته هو عايز الف به ماشي لما يكون في عدد مركب في المقام اضرب في المرافق كلنا عارفين الكلام ده يعني هقول الف تربيع زائد به تربيع على الف زائد به ته مرافقنا الف خلي بالك ناقص به ته على الف ناقص به ته الكلام ده بيساوي تلاتة ناقص اربعة ته كويس اهو بنغير الاشارة في المرافق ويكتب بسطه مقام طيب اما اجدرب دول هدول كميتين مترافقتين يبقى مربع معامل الحقيقي يبقى الف تربيع مربع معامل التخيول الموجب يديك به تربيع مربع معامل الحقيقي زائد مربع معامل التخيول الموجب على طول واللي فوق يبقى كده خلاص الدرب بتاعه اللي فوق يبقى الف تربيع زائد به تربيع في الف ناقص به ته زي ما انت شايف كده هطير الف تربيع زائد به تربيع مع الف تربيع زائد به تربيع يعني معنا كده الف ناقص به ته يناظرها تلاتة ناقص اربعة ته يعني الالف بتلاتة وسالب به بيساوي سالب اربعة والبهب اربعة طب انا عايز الف به يعني تلاتة فاربعة تطلع باتناشر عايزة مسلا في سورة الزوج يبقى الزوج تلاتة واربعة زي ما يقولك يبقى الاجابة طلع هنا اجابة نمرة الف عمليات سهلة ضربنا في المرافق عمليات سهلة جدا وان شاء الله الانتحان هيبقى سهل طيب كان في مسألة تاني اللي هي نمرة تمانية تحتها بتقول ايه بتقول اذا كان واحد زائد اومجا قصة تلاتةاشر الكل قصة تلاتةاشر بتساوي الف زائد به اومجا حيثه الف وبه عددين حقيقيين عايز الف وبه في سورة الزوج هل الزوج يطلع سفر وسالب واحد ولا واحد واحد ولا سفر واحد ولا واحد وسالب واحد طيب انا لسه اعيل لك خواص للأومجا لسه كنت كان بينها اهي نخلي الكونين بقى جاب بينا كنت انا اقول لك حبيبي ان واحد زائد اومجا بسالب اومجا تربيع واحد زائد اومجا تربيع بسالب اومجا وامجا زائد اومجا تربيع بسالب واحد دي من العلاقة ان واحد زائد اومجا زائد اومجا تربيع بتساوي سفر طيب او ممكن نقول مثلا اي معامل بالشرط الواحد انا اقول خمسة زائد خمسة اومجا زائد خمسة اومجا تربيع برضو بسفر المسألة اللي عندي قيل للراجل في نمرة تمانية واحد زائد امجا لكل قصة 13 دم ما دي لها قانون يلا نكتبها الاول واحد زائد امجا قصة 13 دي مسألة نمرة تمانية هتساوي الف زائد به امجا هو عايز زوج المرتب الفه بها واحد زائد امجا يا حبيبي بسالب امجا تربيع الكل قصة 13 هتساوي الف زائد به امجا خلي بالك بقى معاني اللي انا هعمله السالب ده قص فردي يعني يطلع بسالب بالراحة خالص الحاجات الزغيرة دي هي اللي بتبوز المسألة امجا تربيع الكل قصة 13 يعني تديك امجا قصة 26 يبقى القص بيجي على الاشارة طبعا وعلى امجا تربيع الكلام ده بيساوي الف زائد به امجا انت عارف يا حبيبي ان امجا تقعب بكام بواحد اي امجا مرفوعة القص اكتر من تلاتة نقسم على تلاتة والبقى نعمله قص الامجا اقول تاني اي امجا لها قص اكتر من تلاتة لان الامجا تقعب بواحدة طب اكتر من تتقسم على تلاتة والبقى اعملوا قص الامجا نفس الكلام دلي ته بس يقسم على اربعة والبقى اعملوا قص ليه ته يعني ما اقول 26 على التلاتة هيطلع تمانية باربعة وعشرين يتبقى اتنين يبقى ده نعمله قص الامجا يبقى على طول دي سالب امجا تربيع يبقى امجا قص الستة وعشرين السالب نزل زي ما هو تطلع بامجا تربيع لاني 26 على التلاتة فيها التمانية باربعة وعشرين بقى اتنين ده نعمله قص الامجا قص الى امجا الكلام ده بيساوي الف زائد به امجا طب يا حبيبي منت عارف العلاقة واحد زائد امجا زائد امجا تربيع اللي احنا بنولد منها مش عزنا بتحفظ النتائج يعني انا عايز سالب امجا تربيع لو طلعتها دي بالسالب يبقى بالسالب يعني واحد زائد امجا تطلع بسالب امجا تربيع يعني ممكن اشيل سالب امجا تربيع دي واكتب واحد زائد امجا هتسوي الف زائد به امجا بالنظر بقى الطرفين يعني الالف هيبقى بواحد والبه كمان معامل امجا هنا واحد يعني الزوج المرتب هيبقى الف وبه هيبقى بيساوي واحد وواحد عملية سهلة جدا ادي واحد واحد للاجابة نمرة به نظلل به عمالة زي ما انت شايف كده عمالة سهلة قوانينه بتطبقها فاش مشاكل اخلي بالي من الاشارات افهم الفكرة كويس انت بتحل الرياضة يعني الناس بتكون يقز واحد زايد امجة استنتجناها بسالب امجة تربيع طب القص ده هينزل على الاشارة وينزل على امجة تربيع سالب قص فرد يطلع سالب بقت امجة ستة وعشرين اكتر من امجة تكعب واحد اكتر من قص تلاتة نقسم على تلاتة والبقى نعمل قص الامجة فاسمت على تلاتة بقت اربعة وعشرين اتبقى اتنين يعني الاتنين دي بتعمل قص الامجة امجة تربيع طب انا عايز كيمة سالب امجة تربيع اجابها من نفس العلاقة ان واحد زاد امجة زاد امجة تربيع بسفر يعني واحد زاد امجة بسالب امجة تربيع. يعني سيب اشيل سالب امجة تربيع وحط واحد زاد امجة. اناظر القلب واحد ومعامل امجة هنا بواحد اللي هو معامل امجة هنا به يعني به برضو ايه بواحد يبقى الزوج المرتب واحد وواحد. عملية سهلة. ما فيهاش اي صعوبة. نشوف مسألة المرة التسعة. بيقول ازا كان نون كاف عشرة. زائد اتنين في نون كاف حداشر. زائد نون كاف اتناشر. بيساوي خمسة وعشرين كاف اتناشر. فاننا نون بيساوي ايه? هل خمسة وعشرين? هل تلاتة وعشرين? هل اربعة وعشرين? هل اتنين وعشرين? طب نكتب العلاقة كده بتاعت التوفيقة دي. قادي نمرة تسعة. نون كاف عشرة. زائد اتنين في نون قاف حداشر. زائد نون كاف اتناشر. المعطى ده كله بيساوي خمسة وعشرين. المتساوية بيساوي خمسة وعشرين كاف اتناشر. عائز كيمة نون. عينك لازم تكون يكزة. انا دلوقتي هنا ده جمعة. وفيه قانون الجمعة في التوفيقتين متتليتين. لازم استغله. الله. يعني العشرة محتاجة للحداشر. واللي اتناشر محتاجة برضو للحداشر. يبقى هو لازم يخلق لك منها اتنين. شوف بقى ازاي? ابتدي اجزة. يبقى نون كاف عشرة. اتنين من كاف حداشر. يبقى كاف حداشر هتروح مرة مع العشرة ومرة مع الاتناشر. عشان يكونوا متتليين. يبقى زائد نون كاف حداشر. زائد نون كاف حداشر زائد نون كاف اتناشر. عملية بسيطة جدا. الكلام ده بيسوي خمسة وعشرين كاف اتناشر. انا كده جبت شكل القانون لجمعة توفقتين متتاليتين. ويصلح الجمعة ازا كان الدليل الاعلى هنا زي الدليل اعلى هنا. والاسفل متتالي مع الاسفل. الاحداشر والعشر متتاليين. وهنا الدليل اعلى زي الدليل اعلى. يصلح الجمعة طالما اه كمان الدليل اسفل متتالي. قانون الجمعة حبيبي بسيط جدا. قال لك زود على الدليل الاعلى واحد. وخد الاسفل الاجبر. يقول نعمل نفس الحكاية هنا. هزود على الدليل اعلى واحد. عملية بسيطة جدا. واخد الدليل الاسفل الاجبر. الكلام ده بخمسة وعشرين كاف اتناشر. الله وانا بجمع كده. لقيت الاعلى زي الاعلى. واللي تحت متتاليين وبينهم زائد. اطبق تاني القانون. ما فيك. بتاع الجمعة. يلا. خد الدليل الاعلى. نون زائد واحد. وزود واحد. قاف الاسفل الاجبر اللي هو اتناشر. بتسوي خمسة وعشرين قاف اتناشر. يعني معنا كده ان نون زائد اتنين. قاف اتناشر. بتسوي خمسة وعشرين قاف اتناشر. اه. الاسفل الاسفل يبقى نون زائد اتنين. هتسوي خمسة وعشرين. يبقى الاعلى بيسوي الاعلى. ودي دي الناحية التانية يبقى نون بتسوي تلاتة وعشرين. عملية جميلة جدا. عايزي علمك في المسألة دية. هل انت عارف قانون جمع توفقتين متتليتين? ولا لا. ومن طبعا الامتحان اللي يازم تبعارف جمع توفقتين متتليتين. اه النسبة بين حدين متتليين. داخل وعارف القوانين زي تتطبق. فالاختيار بتاع المسألة دي هيبقى تلاتة وعشرين نمرى بها. نظل بها. نشوف مسألة تانية. نمرى عشرة. طبعا قدل عشر مسائل في ثواني حلناها ما فيش وقت. بسيط غير وقت بسيط خالص. وهنكمل تاني اسألة بوكلت. نشوف نمرى عشرة. معدت المستوى المار بالنقطة دي. والمتاجة ده عمودي عليه. هي ايه? طب تعالنا راجع مع بعض ايه حكاية معدت المستوى طبعا عشان انت لسه ناسي. طيب اه نطلع فاصل ونستكمل بعد الحلقة. راجعنا ليكم اعزائنا طلبة طلبات السنوان العامة مستكملين اول حلقة في مراجعة الجبر والفراغية في مراجعات ليلة الانتحان. كنا هنقول مسألة امر عشرة. في البوكلت معدت المستوى المار بالنقطة واحد وسالب اتنين وخمسة. والمتاجة اتنين وواحد وثلاثة عمودي عليه. هي ايه? هل تطلع اتنين سين زائد صاد زائد ثلاثة عين بساو واحد ولا اتنين سين زائد صاد زائد ثلاثة عين بساو خمستاشر. ولا سين نقص اتنين ساد زائد خمسة عين بساو خمستاشر ولا سين زائد صاد زائد عين بساو ثلاثة. طب افكرك يا حبيبي بموضوع معدلة المستوى. معدلة المستوى عشان اجيب معدلة مستوى خلي بالك لازم حاجتين توفره. نقطة معلومة ومتاجة اتجاه عمودي على المستوى. هقول تاني. يعني احنا عايزين معدلة مستوى يبقى لازم في نقطة معلومة في المستوى. ومتاجة اتجاه عمودي على المستوى. وانطبق العلاقة. ادي نون ضربة قياسة في ره بتساوي نون ضربة قياسة في الف. نون دي مين يا ابني? دي متاجة العمودي. متاجة اتجاه العمودي على المستوى. وره اي نقطة في المستوى. والف النقطة المعلومة. يبقى انا دلوقتي الحمد لله في المسألة. انا املك حاجتين. املك النقطة ومتاجة الاتجاه العمودي. يعني بيقولك روح عوض. في الاعلاقة. يبقى نشوفها كده مع وقت ومعادلة المستوى. المتاجة العمودي اتنين وواحد وثلاثة. ضرب قياسي ره اتنين وواحد وثلاثة. ضرب قياسي في النقطة المعلومة اللي هي المار بالنقطة واحد وسلب اتنين وخمسة. واحد وسلب اتنين وخمسة. دي النقطة المعلومة في المستوى. يعني دي تبقى هنا طبعا الريه دي تعبارها عن سين وصاد وعين. يبقى اتنين. نضرب ضرب قياسي الاول في الاول. يبقى اتنين سين زائد صاد زائد تلاتة عين. يعني دي اك انها سين وصاد وعين. الاول في الاول اضرب قياسي زائد التاني في التاني زائد التالت في التالت. يلا اضرب دولة. اتنين في واحد باتنين بالراحة. واحد في سلب اتنين سلب اتنين. تلاتة في خمسة بخمستاشر. طير دي معا دي. بقت معادلة المستوى اتنين سين زائد صاد زائد تلاتة عين بتساوي خمستاشر. يبقى الاجابة ايه? الاجابة اتنين سين زائد صاد زائد تلاتة عين بتساوي خمستاشر. عادة اللي جابة بها. الريه دي اي نقطة في المستوي بقى سين ومساد وعين. وبنضرب ضرب الكاسي هنا وضرب الكاسي هنا وطلعنا معادلية المستوى. عملية سهلة. واسئلة البوكلت بتقعد تفكرك بكل المقرر. طيب. هنه هعمل التي هحلينا عشرة اسئلة. في مسائل كتير تاني بوكلت هنحلها. نخش الاول على مسائل مقالية وبعدين نرجع تاني. عشان الوقت. بقية الاسئلة بتاعت البوكلت هنحلها. بس ناخد شوية اسئلة آآ مقالية. مشوفوا المسألة انه من الى تلاتة وعشرين دي بتحكي عن ايه? بتقول في المفكوك سين زائد واحد على سين تربيع الكل قس التسعة. في المفكوك ده اوجد ردة وقيمة الحد الخالي من سين. وقيمة السين التي تجعل مجموعة الحدين الاوسطين في المفكوك بيساوي سفر. طبعا المسألة دي ايه على نظرية ذات الحدين. افكرك بنظرية ذات الحدين كده بسرعة. في المفكوك سين زائد صاد مسلا قس مسلا سبعة. افرد انا عايز اجيب الحد الخامس. يلا يبقى قس المفكوك. اناقص من ده واحد اربعة. الحد التاني باشارته. يبقى صاد قس اربعة. الحد الاولاني قس الفرق. يبقى سبعة عشر منها اربعة تلاتة. لان الحد العام مثلا السين زائد صاد لكل السنون. حهره زائد واحد ده بتاع الحد العام. قس المفكوك نقص واحد صاد قس ره سين قس نون نقص ره. بس يخلي بالك الحد التاني يهمني جدا بقشارته. والحد الاول بقشارته. ده الحد العام. هيجي دايما في الامتحانات في المسائل يقول لك. هات حد خالي من السين. اثبت ان مفيش حد خالي من السين. هات الحد اللي يشتمع على سين قس سبعة مثلا او سين قس خمسة او سين قس تلاتة. اثبت ان مفيش حد يشتمع على سين قس تلاتة او اربعة او اي حاجة. هات معامل سين قس خمسة. اثبت ان مفيش معامل سين قس خمسة. كل القصة دي هفرض الكلام ده موجود في الحد الحالي. وهشوف. آآ عايز يثبت ان في حد خالي هطلع له حد خالي. عايز يثبت ان مفيش حد خالي يبقى برضو هطلع له مفيش حد خالي. يبقى نشوف المفكوك اللي هو بتاع مسألتنا. يبقى كل الافكار سهلة. انا عايز حد خالي. عايز مفيش حد خالي. عايز حد يا شامع عايزين قص السابعة. لا مفيش حد يا شامع عايزين قص السابعة. عايز معامل سين قص تلاتة. لا مفيش معامل سين قصة تاتة. كل ده نفرض ان هو موجود في حهر زائد واحد اللي هو الحد العام. طيب نشوف كده بقى الحل نمرة تاتة وعشرين. ادي المفكوك نمرة تاتة وعشرين. المفكوك اسمه سين زائد واحد على سين تربيع الكل قصة تسعة. هنفرض ان الحد الخالي من سين موجود في حهر زائد واحد اللي هو الحد العام. ما هو اي حد اسأل عليه الحد العام هو اللي يجي اقول لي فيه ولا ما فيش. يبقى حهر زائد واحد بيتساوي. يلا نفوق زي معلمتك تسعة قافره نقص واحد. الحد التاني بقشرطه. قصر ايه? الاولاني قص الفرق. وفي ناس بيبدلوا دولا ما فيش حالة ما فيش مشاكل. عشان الضرب ابدالي. انت فرط ده اول واحد حاجة. تاني حاجة بنفصل. المعاملات عن المتغيرات. يعني يبقى تسعة قافره. هنا واحد. تعارف لو كان سالب يهمني جدا لاني بناخد الحد التاني بقى شارطه. يبقى سالب واحد قصره. لكن واحد قصره مش مشكلة. سين قص سالب تنره. في سين قص تسعة نقص ره. نجمع السينات بقى يبقى تسعة قافره. في سين تسعة نقص تنره ونقص ره يبقى تسعة نقص تلاتة ره. واقول دي معادل نمره واحد. هو عايز حد خالي من سين. يبقى قص سين ده هساوي بالسفر. عشان خالي من سين. يعني تسعة نقص تلاتة ره هتساوي سفر. اللي هي جاية اصلا بساوي جزء السنات اللي هي سين قص تسعة نقص تلاتة ره بسين قص سفر. فالاساس ده الاساس يبقى القص بساوي القص جاية من هنا. افريد قال لك الحد اللي هي شامع على سين قص خمسة يبقى بدل سين قص صفر يبقى سين قص خمسة. والاساس ده الاساس يبقى القص بساوي القص وطلع عقيمة ره. وهكزا. هود دي ناحية التانية يعني تسعة بتسوي ثلاثة ره يعني ره تطلع بتلتة انت يا حبيبي فرض الحد العام حها ره زاد واحد اذا ره فرضين احنا حها ره زاد واحد موجود في الحد العام يبقى نقدر ره زاد واحد يعني حها 4 اذا حها 4 هو الحد الخالي من سين اللي هو ره زاد 4 ره زاد واحد اللي هو الحد العام يعني ريه بتلاتة زائد واحد يبقى حاها ايه اربعة ده لحد الخالي من سين السؤال بيقول لي هات رد بتو كمته طب نجيب بقى حاها اربعة كمته يلا قادل مفكوك نكتبه تاني قصادنا السين زائد واحد على السين تربيع قص تسعة يلا تيبقى تسعة قف تلاتة بالنقص واحد لحد التاني قص اللي تحت انا عايز اقوليك حاجة بس الاولاني قص الفرق يبقى قص ستة شو بقى زي هيطلع تسعة قف تلاتة طبعا انا عرفت منين هو حد خالي يعني مش يطلع فيه سين والدليل على كده ان دي واحد على سين قص ستة ودي سين قص ستة هتلاقي مفيش سين يبقى فعلا خالي من سين تطلع تسعة قف تلاتة يبقى تسعة في تمانية في سبعة على تلاتة في اتنين في واحد دي معا دي يبقى فيها التلاتة دي معديه في قال الاربعة اتناشر في سبعة يبقى باربعة وتمانين ده قيمة الحد الايه الخيالي من سين عمل ايه بسيطة جدا وسهلا وتأكدت ان الحد ده صح تلع ما فيش سين خالص يبقى حد فعلا خيالي من سين اواخد المعامل وخلاص واعود المطلوب التاني بيقول ايه عايز قيمة سين اللي تجعل مجموعة الحدين اوسطين بيساوي سفر في المفكوك ده اه انا عايز بقى هنا اقدم لحظة يا حبيبي قص المفكوك هنا فردي طالما فردي يبقى فيه حدين اوسطين ولو زوجي يبقى فيه حد اوسط واحد يبقى انيقول القاعدة دي مهمة قص المفكوك لبالك زوجي اذا هناك حد اوسط واحد قص المفكوك فردي اذا هناك حدين اوسطين طبعا هنا قص المفكوك فردي اه عشان كده قال لي فيه حدين اوسطين طبعا عايز اجيبهم ده فردي تزود له واحد واقسم على اتنين وخد التالي ليه على طول شو بقى يعني يبقى ردبة الحدين الاوسطين هنجيب ردبتهم قص المفكوك زود واحد واقسم على اتنين عشان ينفع تقبل الاسمة يبقى عادة صحيح يطلع خمسة والتالي ليه والتالي له يعني يبقى تسعة واحد عشرة على اتنين خمسة خمسة وستة يبقى الحدين الاوسطين الحدين الاوسطين هما الاوسطين هما خمسة وحاة ستة طب افرد كان قص المفكوك زوي يبقى تزود اتنين وتقسم على اتنين يعني مثلا قص المفكوك ده انتناشر. يبقى اتناشر زائد اتنين على اتنين يعني اربعتاشر على اتنين يبقى فيها السبع يبقى الحد السبعة هو قلو في النص. يبقى لو فرد ازود واحد واقسم على الاتنين واخد التالي. التالي للناتج. لو زوجي ازود اتنين واقسم على اتنين يبقى ده هناك حد اوسط واحد. طيب هو بيقولي مجموعة لحدين اوسطين بيساو سفر يعني ح خمسة زائد ح ستة انا دي بتقوله بساوي سفر طيب ودي ده الناحية التانية يعني ح ستة بتساوي السالب ح خمسة انا فهمت انت عايز تعمل ايه هطبق قانون نسبة يعني ح ستة على ح خمسة يمين شمال شمال يمين يطلع سالب واحد نكتب تاني المفقوق سين زائد واحد على سين تنبيع الكل قصة تسعة ده المفقوق جيبنا بقى الحدين اوسطين كنسبة عشان اطبق قانون النسبة اضربك عليه كان ممكن افق ده الواحد وده الواحد واختصب مفيش مشاكل وممكن اعمل قانون النسبة اسهل وبقى الكبير فوق قانون النسبة في التوفيق في الهزات الحدين تسعة قص المفقوق نقص الاسفل الزغير نقص خمسة زود واحد وزود واحد على خمسة في الحد التاني لو واحد على سين تربيع على الحد الاولاني اللي هو سين الكلام ده بيساوي سالب واحد تسعة واحد عشرة تاني يبقى قص المفقوق نقص الاسفل الزغير زائد واحد من عندك على الاسفل الزغير في الحد التاني على الحد الاولاني طيب يعني تسعة واحد عشرة شير مننا خمسة خمسة مع الخمسة روحت طب دي تنزل تحت يبقى واحد على سين تكعيب هتساوي سالب واحد الله يعني معنى كده سالب سين تكعيب هتساوي واحد يعني سين تكعيب بسالب واحد شو بالراحة خالص يعني سين عبارة عن الجزل التكعيبي لسالب واحد تطلع سين بتساوي واحد سالب واحد الجزل التكعيبي لسالب واحد سلم واحد. دي قيمة سين اللي تجعل الحدين الاوسطين بيساوي سفر. ببساطة وبسولة اوى. حبيبي انا عايز نشوف مسألة تاني في الموضوع ده. برضو مقالية. فهمنا موضوع آآ عملية نزازات الحدين وازاي نجيب حد قالي او نسبت ان ما فيش او حد يجتمع سين قص خمسة او ما فيش وكل ده نفرضو في حهري زائد واحد ونفس المعاملات على المتغيرات ونساوي بقوة سين لو خالي يبقى قوتها سين قص سفر لو غير خالي مسلا سين قص خمسة ولا حاجة نساوي القص القوة بتاعتها خمسة بقص سين ونطلع على رتبة الحد ونشتغل. كمان عرفتك ان لو كان قص المفقوق فردي يبقى هناك حدين اوسطين نزود واحد ونقسم على اتنين وناخد التالي. لو قص المفقوق زوجي يبقى هناك حد اوسط واحد تزود اتنين وتقسم على اتنين بطريقة سهلة. كمان علمتك ازاي تطبق قانون النسبة بين حدين متتالين. المسألة الجاية مسألة هندسة فراغية. شوف كده مع بعض. مسألة الماربعة وعشرين بتقول ايه? من اسئلة المقالية? ازا كان طول العمود المرسوم من النقطة سفر وسالب واحد واتنين على المستوى جزر اتنين سين زاقت صاد ناقس عين بتساوي سالب كاف. هو اتنين هات قيم كاف. المسألة دي على طول العمود مرسوم من النقطة على معدلة مستوى. ايه قانون طول العمود ده بقى? النقطة اللي هينزم منها العمود سفر وسالب واحد واتنين. ومعدلة المستوى جزر اتنين سين زاقت صاد ناقس عين بتساوي سالب كاف. قال لطول العمود ده طول العمود اتنين. عايز كيمة كاف. طالب عشان ما بقى فاهميني مسألة كيمة كاف. هتطبق قانون طول العمود الناسل. كلنا حافزينه. بس انا حب اقولها لحاجة عشان بلاقي الطلبة بتطلق بط في تطبيقه. النقطة اللي هينزل منها العمود سميها سين واحد صد واحد عين واحد. ومعدلة المستوى هطلع منها آلف وبه وجيم. آلف معامل سين به معامل صاد يبقى دي به. ودي جيم. ودخل دي جوه وعملها لازم معادلة سفرية. يعني الالف بكم دلوقتي بجزر اتنين. البيه بواحد. الجيم بسالب واحد. الدال هتدخل كاف يبقى الدال بكاف. لو انت عملت زي ما انا بعمل كده هتبقى العملية سهلة جدا. اده بك تكتب القانون وتعود. تاني. النقطة اللي هينزل منها العمود. هذا ماس واحد صد واحد عين واحد. هينزل على المستوى هطلع منه آلف وبه وجيم ودال. يبقى لازم المعدلة تكون سفرية. خلي بالك من الحتة دي. آلف معامل السين به معامل صاد. آآ جيم معامل عينه وندخل كاف يبقى دي بتخش بالمجاب بقى دي كيم الدال. طيب. قانون طول العمود ايه هو? مقياس آلف سين واحد زائد به صد واحد زائد جيم عن واحد زائد دال على الجزل التربيعي. آلف تربيع زائد به تربيع زائد جيم تربيع. كلنا حافزين. يبقى نتقول العمود تاني ها? آلف سين واحد زائد به صد واحد. آلف سين واحد زائد به صد واحد زائد جيم عن واحد. زائد دال على الجزل التربيعي. آلف تربيع زائد به تربيع زائد جيم تربيع. كلام سهل قوي انت مسمي خلاص يا دوبك تاخد بس الحاجة وتعود يبقى آلف هتديره في سين واحد جزر اتنين في سفر يبقى سفر البي هتديره في ساد واحد واحد في سلب واحد يبقى سلب واحد هملاقي سهلة جدا يلا الجيم هتديره في عين واحد سلب واحد في اتنين يبقى سلب اتنين الدال بكاف على الجزر التربيعي الالف جزر اتنين تربيعي يعني باتنين البهم متربعة يعني بواحد الجيم متربعة يبقى بواحد بس الراجل قالك طول العمود بكام باتنين خلي بالك عشان هو عايز يجيب كاف يبقى اتنين بتساوي سلب واحد وسلب تلاتة سلب تلاتة زائد كاف مقياس اتنين هو واحد تلاتة واحد يبقى اربعة جزر اربعة اتنين اضرب دي هنا شطها دي هنا يبقى اربعة بتساوي مقياس سالب تلاتة زائد كاف. اتعلمت من اولى سانة وتانية سانة ان لما اجا فك المقياس يا موجب يا سالب. يبقى اما سالب تلاتة زائد كاف لما يساوي عدد موجب اربعة او سالب تلاتة زائد كاف هتساوي السالب اربعة. جرجر دي الناحية التانية تطلع كب سبعة. جرجر دي الناحية التانية تطلع كاف بسالب واحد. يبقى قيم كاف عبارة عن سبعة وسالب واحد. عملاية بسيطة جدا ومسألة سهلة قوي. نشوف مسألة تانية. يبقى الكاب بسبعة. وآآ الكاب بسبعة وسالب واحد دي قيم كاف اللي هو كان طالبها في السؤال. جينا بقى لحاجات كده تصحصحنا شوية. نمرى خمسة وعشرين. نشوف كل المسألة مع بعض. صحصح حبيبي خلاص دي اخر محطة في الامتحانات الانسانية والعامة. وربنا يا رب يكون كاتب لك مجموع كبير وتخش كلها اللي تحبها. فما تبقلش على نفسك اللي انت تتعب في اللحظات الاخيرة الاخر مده. عشان نضمن التلاتين درجة ان شاء الله في الجبر والفرغية. اوجد الصورة المسلسية والقصية لجزور المعادلة الاتية في كاف. عين قصة اربعة بتساوي تمانية واحد ناقص جزر تلاتتها. في واحد ناقص جزر تلاتتها. طيب المعادلة اسمها عين قصة اربعة. تمانية واحد ناقص جزر تلاتتها. عايز الصورة القصية والصورة المسلسية لجزور المعادلة. يعني كل جزر هجيب للمسلسية والقصية. طبعا انا عايز افكرك الصورة القصية ايه? والصورة المسلسية ايه? والصورة الجبرية ايه? نكتبهم كده على جنب الاول. لما اقول عين بتساوي السين زائدته صاد. دي اسمها حبيبي صورة جبرية. للعدد المراكب. عين. لما اقول عين بتساوي لام جاتا سيتا. زائدته جا سيتا. دي الصورة المسلسية للعدد المراكب عين. دي الصورة المسلسية. لما اقول عين بتساوي لام هيه قص سيتا تيه? دي الصورة القصية. يبقى دي صورة جبرية. صورة مسلسية. صورة قصية. كلام جميل جدا. وكلهم بتحقولوا البعض. الراجل عايز جزور المعادلة بالصورة المسلسية والصورة القصية. طب هتيجي تقول لي. هنا السورة جبرية يا سين زائدته صاد ده جزء حقيقي وده جزء تخيلي. السين جزء حقيقي والصاد هنا جزء تخيلي لمعاملتها. طب لام دي مين? مقياس العدد المراكب. السيتا سعته. سعة العدد المراكب. السعة. طيب. يبقى عرفنا الصفات. بنعمل ايه بقى في المسائل دي. افضل طريقة يا حبيبي انا عرفنا خلاص الصور. فكرتك بها تاني. يبقى عين بتساوي سيت زائدته صورة جبرية. عين بتساوي لام. ابتح قوس. جتا سيتا. ابتد بجتا. زائد. جا سيتا. لازم نحفظ القهون كويس. ولعين بتساوي لام هي قص سيتاتها. والصورة دي بيلعبوا بها في الافكار. يجيب جاة قبل جتا. واحدة سلبة واحدة موجبة ويغير في حاجات. انا بقى عايز اعلمك ازاي تقدر تعرف حل المسائل دي بطريقة سهلة. هو عايز جزور بالصورة المسلسية والقصية للعدد المركب ده. احلى طريقة حتى لو كانت الصورة متغيرة عن الصورة انت حافظها. يعني زي ما مسلسية يجيب جاة قبل جتا ويحط سوالب ويغير في اشكالها. طب انا عامل ايه? عايز اجيب الصورة للاصلية. احلى طريقة نحط المقدار ده في صور الزوج مرتب. تعال اقول ريك ازاي. هضرب ده هنا. وهضرب ده هنا. يبقى تمانية وسالب تمانية جزر ثلاثة. كلام جميل قوي. السين يا حبيبي موجبة. والصات سالبة. ما ده سين? وده سات. يبقى دي بتنتمي للربع مين? الرابع. شوف بقى هانا عارفت انها تنتمي للربع ايه? الرابع. سين موجبة وسين سلبة. افكرك سين موجبة صد موجبة ربع اول. سين سلبة. اه? سين سلبة صد موجبة ربع تاني. سين سلبة صد سلبة ربع تالت. سين موجبة وساد سلبة ربع ايه? رابع. ده اول تاني تالت رابع. في الاول بتسيبها زي ما هي. وفي الرابع بتسيبها زي ما هي. في التاني تجمع زاوية عليها مية وتمانين. في التالت بنضيف سالب مية وتمانين. سالب باي. لانهم عملوا على حسب المنهج قالوا ان لازم الساعة تكون زواية زغيرة فعملوها محصورة ساعة الاساسية ما بين سالب باي وباي يبقى ربع اول سبها ربع رابع سبها في التاني تجمع عليها مية وتمانين في التالت تجمع عليها سالب مية وتمانين طب بنشوف كلا مع بعض طبعا الاول هجيب المقياس ايه حكاية المقياس دي ايه حكاية لام الجزر التربية المربع سين زائد مربع صوت كلنا عارفين تمانية تربيع زائد سالب تمانية جزر تلاتة تربيع دي اربعة وستين اربعة وستين في تلاتة يبقى تطلع مية اتنين وتسعين يعني دي ستة دي خمسة دي اتنين جزر امتين ستة وخمسين ستاشر يبقى دي لام ده المقياس مقياس العدد المراكب اجيب بقى زاسيتر خلي بالك هاسم الصدع السين يبقى سالب تمانية جزر تلاتة على تمانية شيل كده تطلع سالب جزر تلاتة يعني تعتبر السيتة دي بسالب ستين يعني السعة سالب باي على تلاتة ايه ده ما هو سالب ستين بتعملها بصورة باي عشان لسه هنعمل صورة قصية لازم تبقى بتقدير دائري اضرب سالب ستين في باي على مية وتمانية قلبتها كده الدائري تقسم ده على ديك سالب باي على تلاتة يبقى الساعة بتاعتي سالب باي على تلاتة خلاص يبقى العدد المراكب هنقول له عين بتساوي لام عين قصة اربعة هتساوي لام جتا سيتا زاء التهجا سيتا اللام قلنا بستاشر يبقى جتا سالب باي على تلاتة زاء التهجا سالب باي على تلاتة الساعة اللي احنا جبناها عامل ايها سهلة طالما انت حكمت عملتها في صورة الزوج مفيش حاجة تقف صادق ولا فكرة تقف صادق بقدر احكم في اهل ربع اقدر عاقى لو الصورة مش مزبوطة اقدر ازبط الصورة على حسب صورتها الاساسية عملية سهلة جبت اللام جبت الزالام ويعرفت ان هي سالب ستين وعف ربع الرابع قلتلك سيبها زي ما هي وعف ربع الرابع سيبها زي ما هي طيب وفي الاول سيبها زي ما هي طيب يبقى دا عين قصة اربعة انا عايز كده اربع جزور يعني اجيب الجزر الرابع للطرفين يعني الجزر الرابع لعين قصة اربعة هيسوي ستاشر جتة سالب باي على تلاتة زي التهجاز سالب باي على تلاتة الكلام دا جزر الرابع يعني قصة ربع طيار دولة يبقى الجزر الرابع للطرفين يعني معنا كده هيبقى عين عبارة عن هنا قصة ربع من نظرية ديموفور بقى القصة دا هيجي فوق دي ستاشر قصة ربع تطلع باتنين الجزر الرابع بتاعها وبعدين هنعمل ايه جتة سالب باي على تلاتة هنزود اتنين باي ريه ونقسم على مقام القص زي التهجاز سالب باي على تلاتة وزود اتنين باي ريه وقسم على مقام القص عملية سهلة جدا هقول تاني انا عايزة اربع جزور او شيل عين واخد الجزر الرابع يبقى الجزر الرابع للطرفين يبقى عين قصة القصة دا قصة ربع ستاشر قص ربع باتنين انا عايزة اربع جزور هزود اتنين باي ريه واقسم على مقام القص لو عايز جزور التكابية اقسم على تلاتة جزور التربعية اقسم على اتنين بس لازم ازود اتنين باي ريه دورة ومضاعفاتها انت يا حبيبي عايزة اربع جزور يعني هنعمل ايه هتعوض عن ريه باول بسفر وبعدين نعوض بواحد وبعدين نعوض بسلب واحد وبعدين نعوض باتنين في طلبة مش عارفة كده في طلبة تقول ليه مثلا عوض بسفر وواحد واتنين وثلاثة تطلع زواجة كبيرة ترجع تخفضها ما يجراش حاليا الاتنين صح بس على النظام التعديل اللي عملوه تطلع على طول الزواجة كده صغيرة حينما ريه بسفر يعني ده مات يبقى الجزر الاول لو عين واحد مثلا عبارة عن قادل الاتنين جتا ريه بسفر ده اتكر على الله نزل الاتناشر يبقى سالب باي على اتناشر نزل التال تحت يبقى سالب باي على اتناشر زا الته اللي بعملوه هنا هو هنا هنا دي جتا زا الته جا سالب باي على اتناشر كويس جدا دي صورة اه صورة مسلسية طب انا عايز صورة قصية اه ايه صورة قصية لم هيه قص سيتا ته يبقى عين واحد يساوي كلام ده اللم بجام باتنين هيه السيتا سالب باي على اتناشر ته يبقى دي الصورة القصية كل جزر بجيب له الصورة المسلسية بتاعته والصورة القصية وبعدك انا نعاود عن رهب واحد ورهب سالب واحد ورهب اتنين وتبتدي تطلع الصورة المسلسية بتاعتها والصورة القصية بتاعتها زي ما احنا عاملين كده عملية سهلة جدا ما فاش اي مشاكل اخد لك واحد تاني عشان اعلمك كزا تعاون بسهولة يلا نجيب جزر تاني عين هي طلعت اتنين اهين اجتباك جاتة سالب باي على تلاتة زائد اتنين باي ره على اربعة زائد تهجا نفس القصة نفس الزاوية زائد اتنين باي ره على اربعة يلا هنقوله عندما ره بتساوي واحد يبقى الجزر التاني الجزر التاني بصيب عوض ازاي بسهولة ازاي حط ري بواحد ماشي بقت هنا اتنين باي اضرب دي بدي ستة شير منها واحد يبقى خمسة باي يبقى بيساوي اتنين جاتة تاني تلاتة ما دي بواحد يعني تبقى اتنين باي بس واحد المقام كده يلا يبقى تلاتة في اتنين بستة عشان منها واحد يبقى خمسة باي وانزل بده تحت على اتناشر عملية بسيطة جدا زائد تهجا سالب اه اه قصد خمسة باي على اتناشر وبعدين هات الصورة القصية بتاعتها يبقى قب الصورة القصية هاتساوي اتنين هيه السيتة ايه السيتة يبقى خمسة باي على الاتناشر ده شوف وانا جايب ابدال اتبايا عشان لازم في الصورة القصية التأدير الدائري فانا مجهزة وبعدين نعود بسلب واحد وباتنين ونفس القصة نجيب صورة مسلسية وصورة قصية دي مسألة من المسائل المشهورة جدا في الامتحانات يعني شايف شكل المسألة عايز اربع جزور والاربع جزور اعلمتك ازاي تقدر تحول الصورة الجبرية دي لصورة مسلسية وصورة قصية وزاي نجيب الجزور وده يعني موضوع لازم هيجيلك في الامتحان يعني من الحاجات الاساسية في ورقة الامتحان نشوف بقى مسألة تانية طبعا سيبك تعاوض انت بقى بسلب واحد واتنين ويطلع نفس القصة عشان ناخد اكبر كمية من الافكار اوجد كاس الزاوية بين المستقيم ده والمستوى ده اه شوف بقى حبيبي وخلي بالك وانا بقولك اهو الزاوية بين مستقيم ومستوى من الحاجات المهمة جدا في الفراغية يعني المسألة دي مهمة مهمة جدا الزاوية بين مستقيم ومستوى من الحاجات المهمة لازم يا حبيبي اجيب متجه اتجاه المستقيم واجيب متجه اتجاه العمودي على المستوى واطبق القانون طب بس انا ليه هنا بقى شوية ملاحظات عايز اقولك عليها دي نمرة 26 معادة المستقيم لام بتساوي السين ناقص 3 على جزر 2 صاد ناقص 1 على واحد وهو اقولك صور كتير على الموضوع ده على واحد ده المستقيم معادة المستقيم المستوى جزر 2 سين ناقصات ناقص عين زائد 5 بتساوي 0 تمام لازم اجيب متجه اتجاه المستقيم بيتجاب من تحت من المقامات من المقام والنقطة اعرف بتجيبها من البسط بتغيير الاشارة نقول تاني بس لازم السورة تكون من الزباطة عشان تطلع من متجه اتجاه المستقيم صح لازم سين دي يا حبيبي تكون زائد عدد او ناقص عدد لو معها اي معامل لازم تتخلص منه ويبقى سين زائد او ناقص عدد ماشي هنا في معامل قبلها يبقى لازم دي نعدل سورة هنا سين ناقص عدد حلوة صد ناقص عدد او زائد عدد حلوة هنا سالب لا لازم دي نعدلها يبقى نعدلها سين ناقص ثلاثة على جزر اتنين يلا ودي قولنا حلوة هنا هناخد السالب عامل مشترك هتبقى عين زائد اتنين عين زائد اتنين والسالب دي نزله تحت يبقى سالب واحد يعني هنا يا حبيبي خدت سالب يبقى عين زائد اتنين عشان لو فكرت رجع تاني وتساعد تقوم منزله تحت بص معايا سين زائد عدد ناقص عدد حلوة صد زائد او ناقص عدد حلوة عين زائد او ناقص عدد حلوة يبقى فوق اقدر اجيب النقطة ومن تحت هجيب متجه الاتجاه انا دلوقتي محتاج متجه الاتجاه ايه متجه الاتجاه هقول هاي بتساوي يبقى جزر اتنين وواحد وسالب واحد ده متجه اتجاه المستقيم متجه اتجاه المستقيم عادي المتجه العمودي المتجه العمودي على المستوى اهو جزر اتنين وسالب واحد وسالب واحد اللي هو نون وطبقى بقى القانون بتاع الزاوية بس انا ليه وجهة نظر لو انا عايز نقطة مثلا اغير اشارات اللي فوق يبقى ثلاثة النقطة اعكس دي اعكس اشاراته يبقى ثلاثة واحد وسالب اتنين يبقى نتعلم عشان المسائل اللي جاي بعد كده النقطة جيبها من البسط المتجه الاتجاه جيبه من المقام هقول تاني النقطة من البسط متجه الاتجاه من المقام للمستقيم النقطة بغير اشارات بس لازم توقسين زائد حاجة او صد زائد حاجة او ناقص حاجة وعين برضو نفس الكلام زاد او ناقص على حاجة كلامي واضح وظبط الصورة عشان تبقى لتصورة صح وقدر جيب متجه اتجاه المستقيم وانا عندي متجه اتجاه المستوى بس السؤال يا بابا شوف نقرات تاني عايز الزاوية بين المستقيم والمستوى طب الطالب عايز يعني يشوفها ازاي الزاوية دي انا جبت كده متجه اتجاه المستقيم ومتجه اتجاه المستوى بسها وديك رسمة تفاهمك الدنيا قادل مستوى حلو الكلام الراجل عايز الزاوية بين مستقيم ومستوى ده المستقيم على فكرة مع علمات رياضية المستقيم لما يقطع المستوى بيطاعه في نقطة اقول تاني مستقيم هيقطع المستوى بيطاعه في نقطة كلام ده بتدرسه في تانية سنوى امال ايه ده اه ده متجه نون متجه العمودي على المستوى كويس انا عايز الزاوية بين المستقيم والمستوى هجيب الزاوية سيتا دي سيتا دي محصورة بين المستقيم ومتجه اتجاه العمودي يبقى الزاوية بين المستقيم والمستوى هقول عليها ايه مثلا لازم اللي يطلع اطرحه من تسعين درجة اجيب المتمم عشان ده عمودي على فكرة برضو معلومات في الهندسة الفراغية المستقيم العمودي على المستوى عمودي على اي مستقيم جوه المستوى هقول تاني المستقيم العمودي على مستوى عمودي على اي مستقيم في المستوى فيبقى ده عمودي على ده لو انا خلقت الزاوية دي لازم اطرحه من تسعين عشان تطلع الزاوية بين المستقيم والمستوى ليه ايه امال ايه سيتا دي الزاوية بين متجه اتجاه المستقيم والمتجه العمودي على المستوى يبقى ايه هي الزاوية بين المستقيم والمستوى يبقى انا دلوقتي لازم اجيب سيتا فهمت ولما اجيب سيتا اتراحها من تسعين تطلع الزاوية ايه اللي هي الزاوية بين مستقيم ومستوى انا بقولك عليها مهمة جدا هنقرأ السؤال في الامتحان مستقيم ومستوى بعد ما اطلع الزاوية لازم تطلعها من تسعين درجة طب ايه قانون الزاوية اقول جتا سيتا مقياس هي منتجه اتجاه المستقيم ضرب قياس في نون منتجه العمود على المستوى على معيار الاول في معيار التاني ده القانون بتاع الزاوية ما هو انت عندك ثلاث قوانين للزاوية الزاوية بين متجهين المتجه الاول ضرب كاسف المتجه التاني على معيار الاول في معيار التاني والزاوية محصورة بين سفر ومئة وتمانين خلي بالك بين مستقيمين بنعمل مقياس متجه اتجاه الاول ضرب كاسف المتجهة التاني على معايير الاول في معايير التاني والزاوية محصولة بين سفل وتسعين. بين زاوية بين مستويين برضو مقياس. المتجهة العمودي بتاع الاول ضرب الكاسف التاني على معايير الاول في معايير التاني. طب. بين مستقيم وصور. برضو مقياس. خلي بالك عشان بناخد زاوية لحدة. الموجبة. عشان هي كلها بتسعين. يبقى لازم تطلع أقل من تسعين. بالعقل كده. يبقى لازم المقياس. طيب. يعني جاتا سيتا. انا جبت هنا يا حبيبي. متجه الاتجاه وجايبه صح. اللي هو جزر اتنين وواحد وسالب واحد. يلا. يبقى جزر اتنين وواحد وسالب واحد. متجه العمودي على المستوى ضربك ياسر. جزر اتنين وسالب واحد وسالب واحد. كلام جميل جدا. معيار ده يبقى الجز التربية. مربع جز اتنين اتنين زائد واحد زائد واحد وهنا معيار ده اتنين زائد واحد زائد واحد. طيب لحد كده عملية جميلة. يعني جاتا سيتا بتساوي. هضرب جزر اتنين في جزر اتنين باتنين. واحد في سالب واحد بسالب واحد. اتنين في التاني. والتالت في التالت يبقى موجب واحد. يعني هيطلع مقياس اتنين ناقص واحد زائد واحد. دي جزر اربعة. وجزر اربعة. جزر اربعة وجزر اربعة يعني باربعة. بالعقل كده. شيل دمعة ده. دي تخرج بالموجة بيبقى اتنين على اربعة يعني بنص. الله. ايه الزاوية اللي جيبت انا نص يبقى سيتة دي بتطلح ستين درجة. بس انا يا بابا مش عايزها. ده انا عايز الزاوية بين المستقيم والمستوى. ما اللي زاوية انا جيبتها دي ايه? بين متجه اتجاه المستقيم والمتجه العمودي على المستوى. متممتها. متممتها يعني نتراحها من تسعين. ده اطلع الزاوية بين المستقيم والمستوى اللي هي ايه? يبقى قياس زاوية ايه? اللي هي الزاوية. بين المستقيم والمستوى تسعين ناقص ستين هتساوي تلاتين درجة. طبعا جاية ان المتجه العمودي على المستوى يبقى عمودي على اي مستقيم في المستوى. يبقى لازم الزاوية دي كلها بتسعين. فالزاوية اللي تطلع لازم اتراحها من تسعين. دي من المسائل المهمة جدا اللي تخلي بالك عزيزي الطالب منها. الزاوية بين مستقيم. هيقول لها كلا في الامتحان ايه? هاريك تاني السؤال. قياس الزاوية بين مستقيم ومستوى. لازم اجيب متجه اتجاه المستقيم صح. واجيب المتجه العمودي على المستوى صح. وطبق القانون بتاع جاية سيتا. واللي يطلع اتراحه من تسعين عشان تطلع الزاوية بين المستقيم والمستوى. لحد كده عملية سهلة جدا ما فيهاش مشاكل وبنفتكل حاجة حاجة. وفي الاخر هلقص لك ده موضوع جابرة والفرغية ده كله. عملية سهلة جدا. بس الاول بفتح دماغ ونبتدي في الاخر نلم بكل حاجة تاني. قدامي مسألة بوكرة سبعة وعشرين كده نشوفها مع بعض. مراكبة القوة قف في اتجاه قلف به. مديني قلف ومديني به. هي كامل. ايه المراكبة? قضي عن المراكبة الجابرية. اه. ايه بقى موضوع المراكبة الجابرية دي? مديني مستجع قاف اتنين تسين ناقص تلاتة سات زائد خمسة عين. في اتجاه قلف به. مديني قلف بواحد واربعة وصفر. وبه سلب واحد واتنين وتلاتة. عايز المراكبة. مراكبة القوة دي. انا قضي عن المراكبة الجابرية. مراكبة. المراكبة الجابرية. للقوة قاف. في اتجاه المتجه قلب به. عبارة عن قاف ضرب كياسف المتجه على معيار. افتكرناها. يبقى ايه المراكبة الجابرية? قاف ضرب كياسف المتجه على معياره. دي مراكبة جابرية. فيها على فكرة مراكبة اتجاهية. هي هي في متجه الوحدة. اللي هو يعني يبقى قاف ضرب كياسف المتجه قلب به. على معيار المتجه. في المتجه هنقرارها تاني على معياره. دي اسمها المراكبة الجابرية. الاتجاهية. الاتجاهية. من غير من غير الضرب في المتجه الوحدة يدينا مراكبة جابرية. احنا عارفين المتجه الوحدة المتجه على معياره. طيب عشان اجيب الموضوع ده. انا عند المتجه قاف. يبقى لازم اجيب المتجه قلب به. حاجة سهلة جدا. المتجه اللي بيه عباره عن قادة المتجه اللي بيه يبقى به ناقص الف. سالب واحد هنترح به ناقص الف. يبقى سالب واحد ناقص واحد يبقى سالب اتنين. اتنين ناقص اربعة بالراحة. بالراحة تخلي بالك. يبقى سالب اتنين. تلاتة ناقص صفر تلاتة. عملية سهلة جدا. يبقى المراكبة الجابرية يلا عوضة جابرية. هنحط قف في صورة سلاسية لزوب. يبقى تنين وسلب تلاتة وخمسة. ضرب بقياسي. في سلب اتنين وسلب اتنين وتلاتة. على معيار الف بيه. المتاجع اللي بيه يبقى مربع ده. المعيار يعني الجزء التالبي مربع الاول زاد التاني زاد التالت. مربع الاول يعني زاد مربع التاني زاد مربع التالت. ده في دة يدك سالب اربعة. ديف دة يدك ستة زائد خمستاشر. على اربعة واربعة تمانية وتسعة يبقى جزر سبعتاشر. واحد وعشرين شميلنا اربعة يدك سبعتاشر على جزر سبعتاشر. يعني كنها جزر سبعتاشر. يبقى الاختيار دال اه جيم. الاختيار جيم. جزر سبعتاشر. يبقى افتخن مع بعض المراكبة اخلي بالها اشان او هعمل لك ملخص جميل في الاخر على كل اللي انا بقوله ادي عرفتك ايه هي المراكبة الجبرية لمتجه في اتجاه متجه اخر وايه هي المراكبة الاتجاهية وقلنا المتجه مثلا المراكبة الجبرية المتجه قاف في اتجاه قلبية يبقى قاف ضرب كاسي في المتجه قلبية على معياره لو اتجاهية يبقى قاف ضرب كاسي في المتجه قلبية على معياره في المتجه على معياره نضرب في المتجه الوحدة نشوف نمرة 8 وعشر دي بوكلت كده نصح صح شوية وبعدين نرجع تاني الحد الاخير من المفكوك ده هو ايه من المفكوك اتنين ناقصين لكل قص خمسة في اتنين زاقصين لكل قص خمسة هو ايه هل سين قص خمسة ولا سالب سين قص خمسة ولا سالب سين قص عشرة ولا سين قص عشرة حالو المسألة دي بص كده معايا حبيبي اعمل ايه بسيطة الرياضة جميلة بتشغل العقل وزي ما بتحبها زي ما بتديها في شغلك في البيت وبتذاكر وبتحل هي هتديك برضو في الدرجات ان شاء الله 28 رقم 28 اتنين ناقصين لكل قص خمسة واتنين زاقصين لكل قص خمسة عايز الحد الاخير ايه ده بقى عينيك هي دي الدقة اليقظة والبصة ليك يبقى ليك بصة للمسألة ايه ده القص ده قص خمسة والقص ده قص خمسة تمنها ممكن اعمل كده هاخدوا القص الاولاني اضربوا في القص التاني الكل قص خمسة واحد يقول لي غلط اقول له لا مش غلط وزع القص على الاول وزع القص على ساعة تاني خد مسألتك هي هي طب ايه اللي خلانا اعمل كده عشان اضرب القصين دولا دفر بالمربعين هيدينا اربع نقصين تربيع واصبح بدل مفكوك ومفكوك مضروب في المفكوك اصبح بقى مفكوك واحد بس بس الراجل بيخاطب طالب يكون فاهم عايز الحد الاخير يعني ايه الحد الاخير يا بابا لو عرفت القصة من الاول انت زمان اماما فوق قص تربيع يديك تلات حدود بس عشان الوقت مش عايزين يعني اتوسع في الشرح لو قص تلاتة هيديك اربع حدود لو قص خمسة يديك ستة حدود اه يعني عدد الحدود ومن ممارسيتك طول السنة عبارة عن قص المفكوك زائد واحد يعني عدد الحدود هنا يبقى كام عدد الحدود ويتيجي برضو في البوكلت عبارة عن قص المفكوك خمسة زائد واحد يطلع ستة يبقى ستة حدود يبقى الحد الاخير الحد السادس على طول يعني قدر اقول الحد الاخير بص هو حاها ستة يلا فقه بقى يبقى خمسة قاب نقص من ده واحد زي ما علمتك وقلتلك خلي بالك بتاخد الحد التاني بيقشارته وترجع للحد الاولاني بيقشارته برضو قص الفرق تاني خلي بالك الله يخليك يعني باخد الحد التاني بيقشارته والحد الاولاني بيقشارته ليه لان انا بجيب حد مخصوص انت عارفوا لو انا بفوق المفوق كله وبينهم سالب يبقى واحد الاولاني موجب التاني سالب موجب سالب بفوق جنرال يعني حاجة عامة كله لكن هنا لا انا بجيب حد مخصوصة هتتم باشارات الحد التاني والحد الاول عشان تطلع شرطه مزبوطة ومكانه مزبوط ودي من النظرات الجميلة علم جميل نظر ذات الحدين ده طيب خمسة قاب واحد بكام بواحد واربعة قص سفر بواحد الله يبقى كام بقى تطلع سالب قص فردي شوف ازاي سالب بسالب اتنين في خمسة في عشر نضرب القص فرقص يعني اجابتك تطلع ايه سالب سين قص عشر اهني اختيار يا حبيبي دي برجين عملية سهلة عناية باص تلات ده قص خمسة ده قص خمسة يبقى ضربت الكوسين الكل قص خمسة وفاكيت الكوسين اللي قيتهم فرق بالمربعين عازل حد الاخير ده قص كام يا حبيبي خمسة يعني لحد الاخير السادس الستة لو قص تسعة يبقى لحد الاخير عشرة لان عدد الحدود في المفكوك بلنزود على قص المفكوك واحد يديك عدد الحدود نشوف مسألة تانية انا ما عليش بقى ناخد دي بسرعة وبعدنا بقى نرجع لأسلة المقال تسعة وعشرين مسألة يعني سهلة جميلة بيقول عندي كاف محدد ومين محدد عايز مين تطلع بكاف ولا بعشرة كاف من الأسلة الجميلة ولا عشرين كاف ولا تلاتين كاف المحددات الحبيبي ان شاء الله النهاردة انا هديك محددات كتير واعلمك ازاي تفكها بالخواص لان هي زي لعبة شطرانج جميلة نشوفها كده مع بعض نمرة تسعة وعشرين كاف بتساوي واحد اتنين واحد سفر تلاتة اربعة تلاتة خمسة اتنين ميم عبارة عن تلاتة اربعة خمسة سفر ستة عشرين تسعة عشرة عشرة عايز ميم بكام كاف يعني بدلالة كاف يعني ميم دي هتيجي بوسط كاف طبق بالعقل يبقى لازم اخلي المحدد ده زي كاف بالزبط عشان اجيب الاجابة بدلالة كاف طيب هنا واحد هنا تلاتة هنا سفر هنا سفر هنا تلاتة تسعة يعني الصف ده مضروب في تلاتة الصف الاولى بتاع كاف مضروب في تلاتة اسحب تلاتة عامل مشترك ادي اول لعبة عشان اخليه زي كاف هنا اتنين هنا اربعة هنا تلاتة هنا ستة هنا خمسة في اتنين يعني كل واحد من دولة ضرب في اتنين طب اسحب اللي اتنين عامل مشترك الواحد بقى خمسة اللي اربعة عشرين اللي اتنين بقى عشر عمالية سهلة جدا يعني كل واحد من الصف ده ضرب في خمسة خدل خمسة عامل مشترك لو عملت كده حبيبي وقرنت عشان انت عايز الاجابة في 3 كاف هيطلع ده هو المحدد بتاع كاف يعني واخد 3 هنا مشترك يبقى 1 زيره 3 واخد هنا ارى 2 يبقى 2 3 5 واخد هنا 5 يبقى 1 4 2 بصيت لقيته هو بتاع كاف 3 في 2 ب6 في 5 يبقى 30 هشيل بقى المحدد وحط كمته كمته بكاف يبقى الاجابة 30 كاف يعني هو عايز كمته المحدد بدلالة المحدد الاولاني بدلالة المحدد الاول دي عملية سهلة بقى مرافق العدد اومجا زائد ته مرافق اومجا حبيبي اومجا تربيع ومرافق ته سالب ته نقول تاني مرافق اومجا اومجا تربيع مرافق اومجا تربيع اومجا مرافق ته سالب ته الحاجات دي لازم تكون عارفة يبقى الامجا بامجا تربيع والته سالب ته يبقى الاجابة جيم الموجة بتاقي يبقى سلبتها والمسألة الاولية قلنا طلعناها تلاتين كاف يعني الاجابة دال يبقى زي ما انت شايف المسائل سهلة عادية قوي ما فياش اي مشاكل نبتدي بقى نغبط كده نفسينا في اول مسألة بقى للمحددات عشان اجيبلك مسألة محددات قوية وفيه سالسة وفيه عايزة مخ هو اقولك يعني اللعب بتاحها ايه نغبط كده اول مسألة كده عشان تصحصح معايا نمرة واحد وثلاثين بيقول ايه بدون فك المحدد اذا كان قيمة المحدد اللي الصف بتاعه سي عناصره سين صاد عين زائد اتنين والصف الثاني سين صاد زائد اتنين وعين والصف الثالث سين زائد اتنين وصاد وعين مسألة سلب اربعة طيب عايز ايه مني عايز قيمة سين زائد اتنين هي فكرة حلوة فكرة حلوة شوف حبيبي احنا هنعمل هجوم على الخواص المحددات دي في كزا حيلة يعني اول هقولك كده على تقديد عشان نعمل بي بقية المسائل المحدد قالك بدون فكرة خليبات من الهقوله قوي يعني استخدم خواص المحددات لازم اوصل لمسلس سفري هنا اسفل القطر الرئيسي او مسلس سفري هنا اعلى القطر الرئيسي يما اهجم يمين يما اهجم شمال حلوة قوي احيانا المسائل مثلا هنا واحد اربعة سلب خمسة بحب بجيب سفرين في العمود الاول يعني بالسين العلوينجي ده يبقى هضرب في سلب اربعة وظيف وهضرب في خمسة وظيف اتخلق للسفرين في ثانية يبقى هنا واحد زيرو زيرو افرد الناحية التانية برضا اخلق سفرين من العدد ده اضيف من العدد ده اضيف اتطلع سفرين فوق مفيش مشاكل يلعب بالونجي اليمين يلونجي الشمال المشكلة بقى ازاي اجيب السفر التالت السفر التالت ده ليه قعدة قعدة جميلة تهجم بيها تلاقي المسالة السفر تلقى لك على طول مثلا مثلا افرد هنا يا حبيبي تلاتة وهنا خمسة عايزة خلي ده سفر قالك ايه هنجيب المعكوس الجامعي هنجيب المعكوس الجامعي للخمسة يبقى ايه معكوس الجامعي يسأل بخمسة واضربها في المعكوس الداربي بتاع ده بتاع التلاتة تحت الصف الاخير اجيب معكوس جامعي والعنصر اللي في السنتر اللي في النص ده ده بنسميه عنصر متوسط في النص السنتر اجيب معكوس داربي يبقى في واحد على تلاتة الله يعني هتضرب في خمس سالب خمس على تلاتة لما اجي اضرب هنا مثلا اي ارقام ما فيش مشاكل اي حاجة كده لما اجي اضرب هضرب الصف التاني في سالب خمسة على تلاتة اللي جاية من المعكوس الجامعي والضربي مضربين في بعض هضربهم في الصف التاني ده في سفر بسفر لما اجي اضرب ده تلاتة في سالب خمسة على تلاتة تلاتة اروح مع تلاتة يبقى سالب خمسة واجمعها على الصف اللي بعدي يطلع هنا سفر اقول تاني اللعبة دي قلت يهجم يمين يهجم شمال بحب بخلي سفرين السفر التالت ده حكاية السفر التالت حكاية عشان اوصل لمسالة سفر ولما اوصل لمسالة سفر يبقى قيمة المحدد حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي ازاي اهجم على المسألة يهجم على اليمين يهجم على الشمال اجيب مسألة سفر باي شكل اول ما اجيب سفرين هنا هرتاح واقسلي بقى الهجمة الاخيرة اللي اتحقق الهدف بتاع الحل على طول ازاي اجيب سفر هنا ازاي اجيب سفر في الصف التالت تقاطع العمود التاني عايز بدل الخمسة دي سفر قالك دي عايزة سفر هاتمعكوس الجمع واضربها في السنتر السنتر اللي هو في النص العنصر اللي في النص هاتمعكوسه الضربي تلاتة يبقى معكوسه الضربي تلت يعني اضرب في سلب خمسة معكوس الخمسة معكوسها الجمعي سلب خمسة في تلت يعني سلب خمسة على تلاتة اول معرفة المعكوس الجمعي واضربته في المعكوس الضربي خلي بالك اضرب الصف التاني فيه وضيفه على الصف التالي تخلق لك السفر هنا واصبح مسلس سفري دي حيلة من حيال المحددات والفن بتاعها لان هي زي شطرنج وزي مطش بتلعبه بتهجب كده عايز تجيب جون ألعب على يمين ألعب على الشمال أحقق سفرين وبعدين أباصي ده لازم يكون سفر عشان يتخلق مسلس سفري توصل للحل على طول أحيانا بيبلك برضو مسل محدد يجيب شكل محدد تاني بعدين أفنن بحيث المحدد ده أوصله لنفس الشكل التاني يبقى أنا أعلمتك حتة هنا خطيرة جدا إزاي يخلق مسلس سفري أقول تالت مرة خلي بالك من حتة دي إزاي تخلق مسلس سفري يهجم على اليمين يهجم على الشمال وعلمتك المسلس السفري الأنصر التالي بتاع المسلس يجي عن طريق المعكوس الجامعي للصف الأخير مضروف في المعكوس الداربي للسنتر العنصر اللي هو في السنتر في النصر اللي هو آآ اتنين اتنين يعني في العنصر على آآ مكانه اتنين اتنين الصف التاني تقاطع العمود التاني وبعد كده يدرب المعكوس الجامعي في المعكوس الداربي للصف التاني والضفع الصف التالي يجي لك السفر هنا بقى أصبح مسلس سفري تقدر تجيب الحل على طول دي خيط من الحل تاني يقول لك اعمل المحدد ده زي المحدد ده وبتحاول تولف خيط تالت شو بقى بقى في دماغي كل الحاجات دي ابص على المسألة اقول لو المسألة رموز كده يا ربي لو جمعتهم جمعت العمود التالت على التاني وحطوتهم في الاول يريدت يكونوا زي بعض او العمود التالت على التاني واضيفوا على الاولاني في مسألة تنفع كده وفي مسألة تنفع كده ولو طلعوا كلهم زي بعضين ببقى خير وبرق يعني شوف بقى المسألة دي وهنكمل بيت افكار المحددات بص كلا معايا نمرى واحد وتلاتين مسألة جميلة جدا بيقول المحدد سين 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 زائد اتنين زائد شطرنج لعبة جميلة وتوسع المخ وتخلي بالك بقى ما بقاش في قواص لها مشكلة دلوقتي طالما انت فاهم عايز كيمة سين زائد صاد زائد عين بيقولك بدون فاك المحدد ده هات كيمة سين وصاد كلمة بدون فاك انا نستخدمه للخواص كلنا عارفين الكلام ده طيب لو انا جمعت كده تصفل التالت على التاني على الاولاني هيطلعوا مش زي بعضيهم ها ما رجعلك طب بلاش الصفوف يا اخي اجمع العمود التالت على التاني وضيفه على الاول اجمع العمود التالت على التاني وضيفه على الاول بقى السين هيجيلة زائد صاد زائد عين زائد اتنين وتحتها برضو سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين الله ده هيطلع كله زي بعض ويبقى أنا كده الحمد لله يبقى النصرة لما تلاقي رموز كده والدنيا زيتا اعمل عملية الشيك الاقتبار ده يا هجمع الصف الثالث عالتاني وارميه عالاول انطلعوا زي بعض يبقى خلو ببركة يا العمود الثالث عالتاني واضيفه عالاولاني نجمعهم ونضيفهم عالاولاني ما رفعتش الصفوف ما تزعلش شوف الاعمدة كده يبقى واضح هنا هنقول أنا هجمع العمود الثالث مع العمود تكتبها بالعربي تكتبها باي حاجة مع العمود التاني وهضيفه على العمود الاول تكتبها بالرياضة كده ماشي لا على مزاجك سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين هنجمعهم ده زائد ده زائد ده هجمع التالت على التاني هضيفه وارميه على الاول يبقى سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين وهيجي لك برضو تحت سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين. ويجي لك تحت برضو سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين. انت بتجمع او بتضرب وبتروح للدفل واحد. لما بتضرب عمود في اي عدد ما بيتغيرش ده بيروح يتضاف لعمود تاني مثلا عشان يغير غيره لكن هو ما بيتغيرش. يجيب العمود التاني خلي بالك من الحتة دي. هينزي زي ما هو والعمود التالت هينزي زي ما هو. هم خدناهم ودفناهم على الاولانين. الله بقى اقوله زي بعضه. بقت العملية سهلة. خسين زائد صاد زائد عين زائد اتنين عامل ايه? مشترك. الله خلقت الوحايد. طالما يا بابا خلقت الوحايد انسى. خلاص بقت الاصفان هجيلك على طول. يبقى هنا صاد صاد زائد اتنين صاد عين زائد اتنين عين عين. يلا لعبة الشطرانج هنا هه هجيبي سفرين هضرب ده في سالب وضيفه هنا. وفي سالب وضيفه هنا. جبت سفرين وربنا يا سهل. ممكن على فكرة يجي سفر التالت اوتوماتيك معك. مجاش ما تزعلش. العب بلعبة المعكوس الجامعي في المعكوس الضربي واضرب في الصف التاني واضيفه على الصف التالت يتخلق لك على طول. طالما انا سبت الوينج الوينج اللي هو ده. يا يمين يا شمال. طبعا انا هلعب هنا على الوينج اليمين. عشان فيه وحيد. لو الوحيد على الشمال العب على الوينج الشمال. وتخبط الهجمة وخلصت الشغل هنا. بص كده. يعني سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين. يلا. ها. هضرب مين? هضرب الصف الاول في سالب واحد. واضيفه على التاني والتالي. هيبقى هنا. واحد زيرو زيرو. يلا. يعني سالب صاد. سالب صاد تروح له. يعني دي اعداف مكانها وجيلها سالب صاد. سالب صاد من صاد. راحوا مع بعض يطلع. اتنين. يبقى هنا اتنين. طبعا انا بيقدر بيفضل زي ما هو. الصف الاولاني ده اللي ضربته في سالب واحد ينزل زي ما هو. ده روح بروح بضرابه عشان يغير غيره. يروح يغير غيره. لان هو ينزل زي ما هو. هضرب تضيف سالب واضيف يلا. يبقى سالب عين. آآ سالب اتنين. وهنا عين يبقى عين. من سالب عين راحة يبقى يتبقى سالب اتنين. يبقى هنا سالب اتنين. في سالب صاد واضيف. الله ده جي كده خير وبركة السفر في ثواني اهو سلب صاد يعني بضع في سلب واحد يبقى سلب صاد وصاد جبل السفر تلعى السفر التلت اوتوماتيك ياه جميلة يالا نكمل هضرب ده في سلب يبقى سلب عين وسلب اتنين ومجب عين العينات تروح يبقى سلب اتنين ايه الكلام ده الراجل ايه لك بسلب اربعة يبقى قيمة المحدد خلاص وصلت بالخواص العابها جميلة وكلها مخ وكلها زكاء وعمل ايه سهلة جدا ازاي انت بتبقاش عارف بس ايه اللي هتعملو مشكلتك مش عارف ايه اللي هتعملو ازاي تجيب الاسفار دي مشكلتك لكن عديني عرفتها لك لما جمعت العمود التالت عاد تاني على الاول ان العمود الاول كله زي بعضه تمعت روحت بطلع عام المشارك بقى ازهر لي وحيد اول ما تزهر وحيد خلاص قول ياه خلاص المسألة كان خلصت هضرب في سلب واضيف جبت سفرين عالبون جليمين نقص السفر التالت السفر التالت ده يجي ازاي جي اوتوماتيك معايا مجاش يبقى لعبة المعكوس الجامعي في المعكوس الداربي اضربهم في الصف التاني واضيف في الصف التاني الى الصف التالت يديك السفر التالت على طول كلام جميل قوي كبت المحادث بقى ده مسألة سفر يبقى واحد في اتنين في سلب اتنين اه يعني سلب اربعة في القز ده بسالب اربعة الله طير دي معادي يعني سين زائد صاد زائد عين زائد اتنين خلي بالاك اما تختصر يبقى فيها الواحد وقت انسى طب وقت دي الناحية التانية وقت دي الناحية التانية يعني سين زائد صاد زائد عين تطلع بسالب واحد واحد معاستين يدينا سالب واحد عملية سهلة جدا ما فيهاش اي نوع من المشاكل ويبقى انا كده جبت له كيمة سين وصاد سين زائد صاد زائد عين بسالب واحد من المسائل الجميلة وفكرة حلوة يعني برضو خلي بالك لما تيجي تختصر يبقى فيها الواحد وقت دي الناحية التانية يعني انا هو عايز كيمة سين زائد صاد زائد عين واحد نقص اتنين يبقى سالب واحد عملية سهلة والرياضة من الحاجات الممتعة في الدنيا لما تحبها ويبقى عندك حصيلة معلومات فيها قوية تلاقيها العملية الزريفة وتبحث اكتر واكتر وما تملش منها تحبها اكتر واكتر نمر 32 مسألة 32 دي بقى هندسة فراغية استفدنا قوي من موضوع فاك المحددات ولسه هقولك بقية الحاجات تانية اذا كان المستقيم سين تسويسات تسوعين يقطع المستوى ده في نقطة الف يعني المستقيم بيقطع المستوى طبعا مستقيم يقطع المستوى قلنا في نقطة تمام هات معادلة الكورة اللي قطع المستقيمة فيها قلب بيه قطر فيها حيث به باربعة وصفر وسلب ستة حلوة المسألة دي سين تسوي سات تسوي عين ده مستقيم المستقيم ده بيقطع المستوى طبعا يا سين زي سات زي عين قول مثلا بساو كاف يعني سين بكاف سات بكاف كلهم زي بعض عين بكاف فرطان هم كلهم بساو كاف يعني اي واحدة فيهم بساو كاف الله مستقيم يقطع المستوى يعني بيحقق معادلة المستوى بيقطعه يعني بيحققه آه طب معادلة المستوى السين زي الاثنين سات زي التلاتة عين بيساو اتناشر مستقيم بيقطع المستوى يعني بيحقق معادلته بيقطعه في نقطة بيحقق يبقى النقطة دي بتحقق يعني المستقيم بيحقق معادلة المستوى شيل سين يبقى كاف زائد اتنين كاف زائد تلاتة كاف بدل السين وصاد وعين بيستوى اتناشر قدي كده خمسة واحدة يبقى ستة كاف بيستوى اتناشر شيل شيل يبقى كاف تطلع باتنين الله انا عرفت النقطة يبقى النقطة سين زي صاد زي عين يبقى النقطة اتنين واثنين واثنين ليه سين وصاد وعين هي دي النقطة اللي قطعت المستوى المستقيم قطع المستوى في النقطة دي هسميها الف حلو جدا لوه talented alf يبقى alif الحمدلله طلعنا alf 222 حبيبي عايز معدة الكرة ايه معدة الكرة دي انا مش فاهم ايه هي معدة الكرة تدور على ايه بسيطة تدور على مركز وقصة كتر تطلع معدة الكرة شوف انت تبقى فاهم اين اللي هتعمله انت عايز معدة كرة دورني الاول على مركز تطلع لك معدة الكرة مركز ونص القطر عايز معادة مستقيم دور على نقطة ومتجه اتجاهها عايز معادة مستوى دور على نقطة معلومة ومتجه اتجاهها موتي عليها يو انت فاهم ايه اللي هتعمله مش تبص على المسألة وتقول انا مش عارفة علام انت مش فاهم ايه اللي انت عايزه قلت لك عايز معادة مستقيم دور على نقطة ومتجه اتجاهها ليه معادة مستوى دور على نقطة معلومة متجه اتجاع عمودي عليه عايز معدد كورة دور على مركز ونص كتر الحاجات اللي لازل تبقى في اتناغنا عايز خواص محددات دور على مسلس سفري هو العلمتك ازاي تجيبه اذا انت ماشي صح عارف ايه تعمله انا جبت الف تلعت اتنين واتنين واتنين هات معدد الكورة اللي فيها قالت بيه كتر ايه ده بقى قادي الكورة وقادي هنا اتنين واتنين واتنين وقادي به اربعة وصفر وسلم ستة ان شاء الله في الحلقة بتاعت الساعة ثمانية بعد تلات ساعات هلقصلك الدقنا دي كلها بس خلي بالك معي وهنا تديك افكار تاني كتير هنا قادي الف وقادي به ده قطر في الكورة انت بتقول لي عايز محددة الكورة اه قلتلي ايه يا استاذ معددة الكورة يبقى لازم اعرف مركز الكورة وطول نص قطرها بس عرفتهم خلصت ايه ده المركز ده ما ده منتصف اجيب احداث نقطة المنتصف يعني ميم قبرة عن اجمع الاول مع الاول على الاتنين كلنا عارفينه من قولة سنوك. اتنين زاد اربعة على آآ ستة على الاتنين يبقى ثلاثة. اتنين وسفر على الاتنين يبقى واحد. اتنين وسلب ستة يبقى سلب اربعة على الاتنين يبقى سلب اتنين. اه دي يا سيد المركز. الحمد لله ده مركز القورة. نفس اجيب نص الكتر. الله. ادي نقطة ادي نقطة. بطبق قانون البعد. بنقطتين. برضو بنقولة سنوك. كلام فارغ. كلام سهل. عندك معلومات تطلع بيها هتلاقي العملية سهلة. يبقى امتى تبقى صعبة? لما تبقى خلاص المعلومات دي. ادي قانون البعد بالنقطتين. النقطة دي قلنا تلاتة وواحد وسالب اتنين. ايه قانون البعد يا استاذ فرقس الجز التربيعي فرقس سناد تربيعي. اتنين نقص ثلاثة يبقى سالب واحد تربيع. زاد فرق الصداد اتنين نقص واحد يبقى واحد تربيع. اتنين نقص نقص يبقى زائد اربعة تربيع. يعني واحد وواحد وستاشر اطلع الجزر تمنتاشر. ايه بقى معدت القورة? معدت القورة في الصورة القياسية. انا ام زاجي اعملها صورة قياسية صورة عامة احداثية مفيش اي مشاكل. بص ببساطة. سي نقص المركز الاولاني. تربيع. زائد صاد نقص اغير نقص المركز التاني. تربيع. زائد عين. نقص نقص اموجة باتنين. تربيع. هتساوي نق تربيعا. جزر تمنتاشر التربيع هيبقى كام. تمنتاشر. دي الصورة قياسية لمعدت القورة. هقولها تاني. سين نقص الاحداث الاولاني. تربيع. زائد صاد نقص الاحداث التاني بغير الاشارة. تربيع. والاحداث التالت عين نقص نقص يبقى موجة باتنين لكل تربيع. هتساوي نق تربيع. عايز يا حبيبي صورة الاحداثية عامة. فاكك الاقواص لتطلع لك الصورة العامة. كلام فارغ. سهل جدا. انت بس مستصعب لان ما تبقاش عارف ايه اللي هتعمله. يبقى اقولك تاني. اه ما تفهم? هتحس اللي انت عملية اللي فهم زيك مش احسن منك. في طالبة فهمة. ايه اللي هتعمله? انت ما فهمتش في غزبا عنك? معلش? حاول افهم هتلاقي نفسك زيك زيهم. انت عايز معدد كورة? دور لي على مركز رونس كوتر. عايز معدد مستقيم? دور لي على نقطة ومتجه اتجاه للمستقيم. ونور ريه بساوي النقطة زائد كافة منتجه الاتجاه. عايز معدد مستوى? دور لي على متجه اتجاه عمودي عليه ونقطة معلومة وطبق القانون نون ضرب كاسف ريه بساوي نون ضرب كاسف الف. عايز اه مثلا محدد خواص دور على مسألة السفر او مثلا اه مثلا اه تخلي محدد زي محدد. عايز اه حد يخلي من سين لا مفيش لا فيه لا سين قص مش عارف ايه خمسة موجودة مش موجودة اه نجيبها من الحد الافرد ان الكلام ده موجود في الحد العام وزي ما رأيتك ونفوق لحد العام ونفصل المعاملات على المتغيرات. عملية سهلة جدا. ما فيهاش اي مشاكل. عايز صورة مسلسية. اه صورة مسلسية تعالى المراكب. عين بسولام جاتا سيتا زائد تي جا سيتا. ما لعيب لك في الصورة دي اعملها في صورة الزوج احكم عليها في اهل ربع ابتدي طبق. لو الزاوية واقف ربع الاول سيبها. لو في ربع ربع سيبها. لو في التالي دفلوها مية وتمانين. لو في التالت دفلوها سالب مية وتمانين. حملية سهلة جدا. وآآ يعني عايزك تستفاد بمراجعات دية وتخلي بالك عشان نضمن التلاتين. ودي اخر محطة. اخر محطة في الامتحانات. يعني ما تبخلش على نفسك فيها. دولة تلاتين درجة. فحاول بقدر الامكان اتعب النهاردة. واتعب بكرة. ودينا رجعنا اول حلقة. وهرجع الساعة تمانية لحلقة التانية. ولخاص لك الدنيا دي كلها. بكرة استاذنا الفاضل برضو حلقتين. استاذ شعبان عبدالرازو عمر حلقتين. الساعة تلاتة والساعة تمانية. استفاد من الاربع حلقات هتخش. تجاوب. لان انا كاتب افكار. وهو كاتب افكار. الافكار دي والافكار دي. معك انت مكسب. واحنا كل هدفنا اللي انت تبقى مبسوط وتطلع بالامتحان مبسوط. والى اللقاء في حلقة دي ان شاء الله.